برنامج REWOST وهو برنامج التخطيط المتكامل لأياد التحق تم إصدار تحديد جديد البرنامج مؤخرا مع مميزات جديدة للبرنامج نقوم بمراجعة عيو ونشرح المميزات الجديدة لمن لم يشاهد الجزء الأول لفيديو أنصح بمشاهدة الجزء الأول لأنه سيكون فيه جميع الشرح للبرنامج مع المميزات الجديدة التي سوف نتكلم عليها في هذا الفيديو معكم وليدي من قناة بيكسل بي جي ويوم ستكون مراجعتنا للتحديد الجديد لبرنامج REWOST إن إصدار الجديد لبرنامج REWOST 6.3.0 يحتوي على عدة مميزات ومن أهم الإضافات تم دعم البرنامج بأياد جديدة وتم تغيير وجهة البرنامج إلى وجهة جديدة بحيث تبقى الأيقونات نفسها وعمله نفسه لكن فقط أماكنها اختلفة بحيث أصبح البرنامج أسهل وأوضح عندي قبل وقد تم إضافة يد الديال شوك 3 للبرنامج بحيث تستطيع تحويل أي يد على أنها تحاكي يد البلاي ستيشن 3 وأهم ميزة إضافية في التحديد الجديد للبرنامج وهي ميزة موبايل كونترولر والتي تسمح لك بإستخدام هاتف الأندرود على هيئة جيمباد في الحاسوب لكن الميزة للأسف ليست مجانية فهي بسبعة دولار لكن من يشاري البرنامج مع الباك كله بخمسة ميزات فسوف يتحصل عليه بنفس السعر السابق 25 دولار ولإستخدام ميزة الموبايل كونترول تحتاج إلى ربط الحاسوب مع الهاتف عبر برنامج ريوست جونيور المتوجد في الأندرود كما شرحنا في الفيديو السابق وبعد اتصال ريوست جونيور سوف تفتح نافيغيشن درو لتجد خاصية الموبايل كونترولر وهنا تقوم بإضافة نوع الموبايل كونترولر النوع الأول سيكون عبارة عن كونترولر بالإضافة إلى الجيروسكوب أما النوع الثاني سيكون عبارة عن توتش بار أما النوع الثالث والأخير سيكون عبارة عن كونترولر بار وسوف يتعرف برنامج ريوست على نوع الموبايل كونترولر التي استخدمتها في الهاتف ويعطيك الحرية الكاملة لتغيير جميع الزرار ووضع الإعدادات التي تناسبك شخصياً مع الألعاب التي تلعبها كتجربة سريعة مع لعبة Genshin Impact فليت تعمل بكفاءة تامة وسرعة إستجابة جيدة كما هو موضح عندكم أما النوع الثاني للموبايل توتش بات سوف نقوم ببعض التعديلات سوف نضع على الانالوج مود ونضع ليوحاكي الفأرة أكيد تبقى عليك تغيير حساسية سرعة الفأرة أما الزر الذي على اليمين سوف نضعه مخصص للفأرة بحيث أن الضغطة العادية ستكون هو الزر الأيصر للفأرة أما الضغطة المطولة سوف نختارها على أنها الزر الأيمن للفأرة ونقوم بالحفظ والآن سوف نجرب تجربة خفيفة مع لعبة تعمل فقط بالفأرة أما النوع الثالث الـ Control Pad يتميز بزرين تريجر هو 15 زر في صفحة الأولى و 15 زر آخر في صفحة الثانية وتستطيع تغيير أزرار الموبايل كونترولر في برامج الريوست جونيور بحيث تضغط على زر الـ Edit وتستطيع تغيير كل الزر على حذر منفصل وتعطيه منطقته الخاصة على حسبك أنت وتستطيع تغيير ثلاثة حركة الأزرار كلها وزر زائد لإضافة الأزرار في حال تحدث أي زر كما هو مودة وتستطيع فتح إعدادات مخصصة للـ Analog بحيث عندك خاصيتان الأولى ستكون لتتبع حركة نقطة اللمس في الجويستيك ولما توقفها سوف يتتبع حركة السحب للأصباح في الجويستيك وتانيا لفصل الزر المخصص للـ Analog بحيث أنك لما تشغلها سوف ينفصل زر الـ R3 أو الـ R3 عن الـ Analog الخاص به بحيث يصبح زر مرفصل عنه وتستطيع تغيير نوعية الضغطات في كلها من الثريجر بحيث له إعدادات خاصة والنوعية الضغط الأولى وهي Analog Track بحيث أنك تضغط على الزر وترفع للأعلى أو الأسفل التحكم في نسبة الضغط للـ Trigger وتانيا هو Analog Hold بحيث أنك لما تضغط على الزر سوف يبقى مطول الضغط على الزر ليصل إلى نسبة الأقصى لحساسية الضغط للـ Trigger وتاليا وهي الـ Digital بحيث أن الضغط يصبح زر عادي بدون أي حساسية وتستطيع تغيير إعدادات الجيروسكوب وفي الجنرال سيتنك تستطيع تغيير سرعة نقل المعلومات أما الـ Hardtick Feedback وهي عبارة عن الـ Vibration في حال تضغط على الزر تستطيع إيقافها أو تشغيلها والآن بعدما عددت الـ Control على حسب ما تساعدني أنا شخصيا سوف نجربها معلوبة Call of Duty Warzone ونرى التجربة سوف نجربها ترجمة نانسي قنقر فيها الجرح تجربة تشعر ان تشعر وزير مددًا تجربة تشعر تجربة تشعر تجربة والسرح نتجربة تشعر تجربة دفع وتستطيع أيضا استخدام الموبايل كونترول بالهاتف على أنه يد أخرى في الحاسوب لتستطيع اللعب ألعاب ميتي بلاير كما هو موضعين لك وأكيد لا ننسى المحاكيات هي أيضا استخدامها مع الموبايل كونترول أكيد سوف تحتاج إلى بعض الإعدادات في المحاكي ليستقبل اليد الموبايل كونترول وكما هو موضع تجربتي للموبايل كونترول مع محاكي اليوزو المخصص لتنينتندو سويج فالتحكم أكيد سوف يكون كامل مع خاصية الجيلوسكوب أكيد كما هو موضعين لكم ونفس الأمر ينطبق على محاكي سيميو المخصص لنينتندو وي ايو فتجربة الموبايل كونترول ستكون شاملة مع جميع ميزتها كما هو موضع في لعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild الأمور تعمل جيدا مع اليد الاستجابة سريعة ولا ننسى الجيلوسكوب هو أيضا يعمل بكفاءة تامة وإلى هنا نصل لنهاية الفيديو مع تجربتنا للتحديد الجديد لبرنامج اليوزو المتخصص في تعديل أزرار أيدي التحكم المختلفة وقد قدم لنا تحديد عدة إضافات وتصليحات ومميزات لستخدمها في البرنامج وأفضل ميزة وهي الموبايل كونترولر التي تستطيع استخدام الهاتف على أساس أنه كونترولر أو كيبورد موس على حسب الافتراض الذي تضع أنت للتحكم مع الحاسوب مباشرة فقط ملاحظة صغيرة لفريق الوست من ناحية اختلاف الادية الخاصة بالموبايل كونترولر فالغايمباد مدعومة بالجيروسكوب لكن touchpad والcontrolpad غير مدعومة بالجيروسكوب أتمنى إضافة الجيروسكوب في كلا من touchpad والcontrolpad لأن touchpad استخدامها على أساس أنه فأرة أو حركة تحاكي الفأرة لو استخدمنا الجيروسكوب هنا وحاولنا على أساس محاكة للفأرة سيكون أسهل وأفضل باستخدام فقط الجيروسكوب على حركة الفأرة وأكيد سيكون الضغط على الشاشة هنا أسهل نفس الأمر ينتبق على الكنترول باد بحيث تستطيع استخدامه حتى في ألعاب السيارات وتحكم بحركة السيارة وتضع هنا الأزرار التي تحتاجها عند في اللعبة وتستطيع استخدام جيروسكوب ليحاكي الجويستك الذي على اليسار لحركة السيارة الأمر تستطيع وضعه في الجيمباد لكن التخطيط المخصص للأزرار أفضل من ناحية التلتش باد والكنترول باد في الأفكار التي قدمتها إن شاء الله يستفيدون من هذه الفكرة ونشكر فريق ريوست على المجهودات المقدمة في التحديد الأخير لبرنافجها كالعاد أكن معكم وديد من قناة بيكسل بي جي نرقم إن شاء الله في فيديو آخر معلومة جديدة وأيدوا مختلفة جديدة Peace